اهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج آية في حكاية آية اليوم مضمور 34 آية 19 كثيرة هي بلاية الصديق ومن جميعها ينجيه الرب الآية دي بتتألف الترجمة الابطي في القطمارس كثيرة هي أحدان الصدقين ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ الرب جميع عظامهم ووحدة منها لا تنكسر احنا بلاقي هنا حاجتين شوية يبانوا انهم عكس بعض ازاي هي كثيرة هي بلاية الصديق او أحدان الصدقين ومن جميعها ينجيهم الرب الاتنين يبدوا عكس بعض لا هم مش عكس بعض خالص هو التجارب والضيقات والألام كلها بتحصل لأولاد الله من براه لكن ما بتدخلش الأعماق الإنسان من جوه وتحطم نفسية الإنسان وقلبه معنى ينجيها الرب هنا بينجيه في الداخل يعني بينجيه من القلق والخوف والإطراب بينجيه من اليأس والحزن بينجيه من أي حاجة وحشة فالضيقة تحصل من برا لكن ما تسيبش أثار على النفس زي ما قال معنى نابولس في كرونس الثانية صحة 4 متحيرين في كل شيء لكن غير متضايقين أو قال مكتبين أسف في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يأسين متهدين لكن غير مطروحين لكن غير هالكين يوقع في بعض الحزن تعب من برا لكن من جوه غير هالكين غير مطروحين احنا مسنودين برعاية إلهية في تعزيات كتيرة عند كثرة همومي الهموم من برا في داخلي تعزياتك تلازز نفسي يبقى ضيقات كتيرة كثيرة هي بلاية الصديق لكن من جميعها بقى مفيش ولا واحدة منهم ها تحطم الإنسان من جميعها ينجيها الرب يعني في وسط الألم والضيق تلاقي الإنسان عنده سلام عنده رجاء واخد نعمة من ربنا واخد قوة إلهية واخد وعد إلهي بالنجاة فالإنسان رغم أنه بيكتاز في طريق صعب لكن ربنا بيدي له تعزيات كبيرة التعزيات بيتيجي منين؟ من الصالة كتير من كلمة ربنا زي عملا القديس وحن زبي الفم انحل بك حذن تعمق في قراءة الكتب المقدسة كما في خزانة الأدوية فستجد راحة من أتعابك مرة إنسان اكتاز تجربة صعبة جدا محطمة جدا بشعة وتاعب جدا فيها بس أول ما لقى نفسه وتاعب جامد ويتحطم رمى نفسه على الكتاب المقدس وبالذات سفر أيوب فضل يقرف سفر أيوب كتير جدا لحد ما حس براحة غير عادية والسفر ده طلعوا من الأزمة الطاحنة اللي كان بيكتزها يبقى ده معنى أن في بلاية كثيرة هي بلاية الصديق الصديق لكن من جميعها ينجيه الرب قوت ربنا وعمل ربنا وعمل روحه قدس في الإنسان بيحرر الإنسان من اليأس والخوف والاضطراب والألأ فعشان كده آية جميلة أوي كثيرة هي بلاية الصديق ومن جميعنا الجيه الرب لإلهنا كلما كدو كرام الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر